انجاز فني دولي باسم السعودية اكبر لوحة للخط العربي الكوفي في العالم انجزت بجهود وايد سعودية تحت مظلة الجمعية العربية السعودية للثقافة والهنون اللوحة صممت باكثر من ثمانية الاف مكعب من مكعبات ليكو ليسجل بالتالي كرقم قياسي فني جديد في موسوعة جينيس بناء هذه اللوحة نكسر رقم قياسي في كتاب جينيس القام القياسية المختلف للمرة هذه انه الرقم القياسي رقم فني ويسجل باسم المملكة العربية السعودية الفعالية حظيت بحضور لافت من جميع الفئات والاعمار لم يكتفي الحضور بالمشاهدة فقط فكل وضع بصمته في هذا الانجاز هدفنا الاساسي انه يكون فيه مشاركة من الحضور حيث ان الفعالية يكون فيه مشاركة من الحضور ما يكونوا يجوا بس يتفرجوا ولا يشاركوا فيها فزي ما انت شايفه صار فيه مشاركة حتى الاطفال بيشاركوا فيها اعضاء الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بذلوا جهودا كبيرة في التدريب لانجاز هذه المهمة في وقت قياسي احنا اتدربنا كثير وان شاء الله ما مخيب تظن ان شاء الله اتدربنا ثلاث ايام وربع كان تدريبنا من بعد الفطور الين قبل السعود يعني تقريبا حوالي عشر ساعات باليوم الجدير بالذكر ان هذا الانجاز الفني الدولي يأتي بعد ايام من صدور الامر الملكي بانشاء وزارة الثقافة احمد الهادي العربية